السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنشرح النهاردة أو بنحكي الستوري بتاعة الكونيكت بلوس لجونيور 3 لمنهج الكونيكت بلوس الترم الأول بعنوان فارس and the fish تعي نشوف إلا هيحصل في الأول بيديني picture dictionary اللي هو قاموس بيبقى على شكل الصور وده الأصح لإن ما ينفعش أدخل لغة عربية مع لغة إنجليزية ما ينفعش أترجم لكن احنا بنعمل كده عشان نقرب للولاد الصور يعني أول حاجة بيقول لي ambulance ambulance يعني إيه؟ ما قالش بقى صيورة إسعاف ambulance take people to hospital يعني ambulance takes people بتاخد الناس to hospital للمستشفى وبعدين بيعرفني cast يعني إيه cast دي you wear a cast if you break a bone لو كسرت عضمك انت هترتدي إيه الكاست دي طيب بعد كده بيعرفلي الفيش تانك وبيقولي people can keep fish in a fish tank البيبل ممكن الناس تحتافظ بالأسمك فين في التانك كده تعب تعي نشوف الماسك a mask help you see when you swimming underwater يعني انت ترتدي الماسك دوت بيساعدك ان انت تشوف تحت المية وبعد كده بيعرفني ramps وده احنا اخذنا قبل كده في ال discover في ايه 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 رامس ده الرامس ده انا ان هو بيبقى المنحضر او اللي انت شايفه ده بيبقى الارتفاع عالي بنقدر نعمل عليه roll او skating how high is the ramp ارتفاع الرامب ده وكمان في لعبة اسمها skateboard اللي هي لعبة اللي انت شايفها دي بالظبط كده اسمها skateboard i can go really fast انا ممكن امشي بسرعة جدا on my new skateboard طيب وعندي كمان بيعرفني يعني ايه snorkel snorkel احنا شايفينها في الصورة دي you can breathe اقدر اتنفس under water with a snorkel لو انا تحت المية بقدر اتنفس كويس جدا عن طريق اللي snorkel دي تعني نجو في الستوري بتاعتنا بتتكلم عن مين الاول بتتكلم عن ولد جميل اسمه فارس فارس lived in her gada فارس بيعيش في الغرداء with his family he loved swimming هو بيحب السباحة he wants swimming everyday هو بيروح كل يوم عشان يمارس السباحة and trained in the pool for an hour وكمان بيتضرب في حمام السباحة لمدة الساعة he wanted to be an athlete and to win lots of competition هو نفسه يكون athlete اللي هو لاعب رياضي اللي بيشارك في ال competition في المسابقات وعايز كمان حلمه انه يكسب في العديد من المسابقات تعال نشوف روتين بتاع فارس فارس and his family and his family lived close to the sports center بيعيشوا close to يعني بالقرب من the sports center sometimes he walked to the pool with his mom or dad في بعض الاحيان هو بيمشي للبول او الحمام السباحة مع ممته او بابو sometimes he cycled to the pool واحيانا بيركب العجلة بتاعته عشان يروح فين لحمام السباحة one day one day يعني ذاتا يوم فارس got his bike out of the garage طلع العجلة بتاعته من الجراش so he could cycle to the sports center عشان يقدر ان هو يروح فين لسبورت center سمع حد بيقول have you got your cycle helmet فارس ها ارتديت الخوزة بتاعتك يا فارس مين اللي بيقول كده asked mom mom asked بتسأل مين بتسأل فارس رد عليها فارس said فارس yes mom of course said فارس فارس قال لها طبعا يا ماما putting on his helmet see you soon ولبس الهلمت بتاعته وقال لها ايه اشوفك قريب يا ماما فارس cycled through the park ركب العجلة ومر خلال البارك it was a sunny morning ده كان صباح مشمس جدا and he felt happy وكمان كان بيحس ان هو سعيد in the park فارس بقى بالمين in the park فارس saw his friend شايف صديقه they were on their skateboard وكان معا ايه ال skate board فارس قال له be careful adam said فارس فارس قال لي adam ايه be careful خليك حاضر why aren't you wearing a helmet or need pads انت مش لابس الخوزة بتاعتك ولا البادز بتاعت الرجبتين بتوعك رد عليه وقال له ايه ادم i don't need to said adam قال له i don't need to انا مش محتجهم الثقة دي طبعا اللي بيعملوا ده غلط جدا i'm really good at the skating boarding انا كويس جدا في the skating boarding فارد عليه فارس وقال له i haven't tried skateboarding before انا لم احاول i haven't tried انا ما حاولتش قبل كده اني امارس اللي skateboarding before قبل كده it look fun it looks fun دي ايه شكلها ممتع جدا فايه ادم سأل وقال له do you want to try نفسك تجرب فارد فارس وقال له yes please من فضلك ايه اللي حصل بقى فارس stowed at the top of the ramp فارس وقفين في اعلى الرام باش نعمل ايه escape how high is that ارتفاعوا قد ايه ده سأل ادم فارس he asked adam يبقى فارس سأل ادم قال له ايه how high is that ارتفاعوا adam said adam ادم قال له ايه بقى i don't know i don't know انا مش عايقب سيد ادم ده ادم اللي قال كده it isn't very high it's easy ما تخافش ده مش عايلي ده سهل جدا فارس stowed on the skateboard and the bush with his feet وقف على skateboard وبدأ يعمل بوش يزوء او يدفع برجلي he went quickly down the ramp هو وقع من على ramp but he was too fast وكان سريع جدا فارس slipped and feel يعني انزلق واخد يبالك ان slipped مش منطقها slipped منطقها t slipped and feel هو وقع وانزلق وبعدين are you okay asked adam adam سأل فارس are you okay he was worried وكان الان no said فارس فارس قاله no my leg hurts قدمي بتقلمني او رجلي بتقلمني can you move it asked adam فارس سأل adam وقاله can you move it قدرت تحركها no i can't said فارس فارس قال انا ما اقدرش انا مش قادر احركها رد علي adam وقاله it might be broken ممكن احتمال تكون تكسرت said adam ادم اللي قال كده i'm going to call your mom انا هكلم مامتك and then i'm going to call an ambulance وهكلم كمان الاسعيف oh no said فارس فارس قال كده oh no i won't be able to swim انا كده ايه مش حارف عون طيب في المستشفى at the hospital فارس had an x-ray فارس عمل ايه x-ray في المستشفى الدكتور قال له ايه بقى i'm sorry say to the doctor الدكتور قال له ايه i'm sorry your leg is broken رجلك تكسرت look at this بص كده فارس فارس saw his spoon on the photo فارس شاف العظم بتاعه فين على الصورة you will have to wear a cast cast for about six weeks لا دا انت هترتدي الجبيرة دي لمدة 6 اسابيع said the doctor الدكتور اللي قال كده فارس was very sad فارس كان ايه كان حزين جدا وبعدين روحوا البيت at whom فارس lay down يعني فارس ايه ركض في البيت اوقعت خلاص لازم يرتاح on his bed على الصورة بتاعه he was angry هو كان غضبون جدا and sad وحزين and his legs hurt وكمان رجله كانت بتقلمه do you want to come and watch tv فارس اخوه بيقوله ايه asked his letter brother wail brother wail اللي هو اخو وائل letter الزغير قال له ايه do you want to come and watch tv تيجي معايا ونسمع التلفزيون فارس رده قال ايه no فاسألته اخته قالت له do you want to borrow my comic عايز تستلف القصة بتاعت الكوميديا فارس asked his sister داليا مين اللي سألو her sister داليا رح رده قالهم ايه no go away اخرجوا بارة وزرعها كده letter z في وقت لاحق منين من ال evening من المساء في وقت لاحق من المساء فارس apologized اعتذر to his family للعلة بتاعته وقال i'm sorry i was proud انا كنت واقح he said i know you are trying to help me انا عارف انتو بتحولوا تساعدوني i'm angry انا غضبون and sad وحزين because i had a stupid accident بسبب الحادثة الغبية دي and now i can't swim ودلوقتي انا مش قادر عوم فحد قاله don't worry faris يا ترى مين اللي قاله كده said mom ماما اللي قالت له كده we understand احنا متفاهيمين let's watch a movie together يلا بينا نشوف الموفي الفيلم ده مع بعض رح فارس رد عليها وقال thank you said faris faris قال was usually happy and kind faris كان دايما سعيد ودود i don't like seeing faris so sad said dad baba faris قال i don't like seeing انا مش سعيد ان انا شايف فارس كده حزين what can we do asked mom مام طوالة طب احنا ممكن نعمل اي he wants to swim but he can't هو عايز يعوم او يمارس السباحة لكن ده مش هيحصل او مش هينفع the next day اللي حصل بقى dad and dahlia went out when they come back لما رجعوا they have lot of boxes كان معيهم لما رجعوا boxes كتير اوي they took the boxes into the kitchen وخدوا الباكس ديفين للمطبخ what are you doing مامي بابتسألهم انتو بتعملوا اي سيد داليا داليا قالت اي بقى it's a surprise سيد داليا داليا قالت ديموا فجأة letter بعد كده dad went to see faris dad راح عشان ايه عشان يشوف faris faris look at this بابا بيقوله faris بص كده he carried a large fish tank بابا كان معي ايه حوض سمك كبير a large into the room في الحجرة and put it وضعه فين on the table وضعه التربيزة at the end of the bed في نهاية السرير faris looked faris بص كده he could see a lot of beautiful fish وقادر يشوف اسمك كتير اوي حلوة they're خوضي بالي كان ايدي or they're they're beautiful he said فارس قال كده الله دول جمال اوي thank you how many fish can you see وقل سأل بقى انتو شايفين كم سمكة i can see lots of fish انا شايف سمكات كتير اوي there are too many counts احنا منقدرش نعدهم i love them انا بحبهم فارس was very happy فارس كان سعيد جدا كان مستمتع وهو بيشوف السمك he learned the name of the different type of fish هو تعلم اسمك الانواع المختلفة اسماء الانواع المختلفة من الاسمك اللي موجودة he fed them وكان بيطعمهم and kept their water clean وكمان كان بيحافظ على المية بتاعتهم نضيفة فارس was happy فارس كان سعيد and he rested وخلوص بقى بقى مطمئن كده ومرتاح slowly ببطء his leg got better مع الوقت رجل دي بقت افضل soon هو بقى فارس بيقول soon قريبا i'll be able to swim انا هقدر ان يعوم like you زيكم he said to his fish هو قال كده للسمكات بتاعته قال لها soon قريبا i'll be able to swim like you قريبا انا هقدر عوم زيك after two months ايه اللي حصل بعد شهرين فارس was better فارس كان احسن he didn't have to wear تكاس مبقاش يلبس بقى الكبيرة دي and he could walk and run هو كبقى دا يقدر يمشي وكمان يجري let's go to the beach يلا بينا نروح الشاطئ مين اللي قال انا نفس عم في البحر said well so do i وانا كمان هين اللي قال كده said فارس فارس قال له انا كذلك so do i at the beach ايه اللي حصل بقى في الشاطئ dad had another surprise بابا كم حضر مفاجئة كمان put on this mask and the snorkel فارس he said بابا قال put on يعني يرتدي this mask المسك ده and the snorkel اللي هي دي اللي بيتنفس من خلالها فارس he said okay you can swim and breathe under water فارس انت ممكن تعوم وكمان تتنفس تحت المية يا فارس went into the sea تمام and he look under the water وكمان بيقدر ايه look ينظر تحت المية he could see a lot of fish هو بيستطيع يشوف اسمك كتير اوي خذي بالك انك انا كلمة fish ممكن تبقى مفرد وممكن تبقى جام it's so beautiful I want to swim like a fish انا ايه انا انا اعوم زي الاسمك انا اريد انا اعوم مثل الاسمك he laughed وكمان دحك وكده الستوري بتاعتنا تكون خلصت يارب تكونوا استمتعتم بيها ولو استمتعتي بالستوري ما تنسيش سبيلي دعوة حلوة في الكومنت وتبعتيها لكل المومي وكل صاحبنا الحلوين اللي بيحبوا يسمعوا والسلام عليكم اشتركوا في القناة